الغوالي طلاب السادس العلمي اليوم مصلنا وياكم للموضوع الأخير الموجود بالفصل الأول وهو موضوع من المواضيع المهمة واللي تيجي بالامتحان الوزاري وأهميتها من أهمية موضوع مبارحة نديم وفر حبايب الغالين موضوعنا اليوم اسمه الجذور التكعيبية للواحد الصحيح هذا العنوان طبعا اللي مخلينا بالكتاب إحنا شنسميه الأوميقة الأوميقة أو الجذور التكعيبية للواحد الصحيح طبعا يفترض أن هذا الموضوع ترتيبه بالكتاب قبل مبارحة نديم وفر لكن أنا خليها تبعد مبارحة نديم وفر حتى لما ننحل أسئلة نربط الأوميقة ويا مبارحة نديم وفر فحبايب الغالين أريد منعدكم تركيزكم وفهمكم للموضوع لأن يستاهل وبنفس الموضوع هو مو كلش طويل يعني بس لازم يعني نضبطه مثل ما يقولون فحبايب الغالين لو نجعل عنوان الموضوع يقول الجذور التكعيبية للواحد الصحيح يعني شلون نقدر نلقى الجذر التكعيبي لهذا الواحد يعني الانطلاق أمالتنا راح تصير من هاي المعادلة يمكن هسا أنتوا تقولون استاذ ترى إحنا نقدر نحصل على الجذر التكعيبي للواحد عن طريق شنو عن طريق أخذ الجذر التكعيبي للطرفين إذا أخذنا الجذر التكعيبي للطرفين صدقوني راح نتورط تقولون شون نتورط استاذ لأنه إذا أخذنا الجذر التكعيبي للطرفين هاي راح تصير زت تقول لي صح وهذا راح يطلع واحد بينما إحنا عدنا جذور تكعيبية للواحد ثلاثة المفروض لأن المعادلة من الدرجة الثالثة المفروض أني أحصل ثلاث قيم إلها وطبعا أي معادلة أحلها في الأعداد المركبة المفروض أني أحصل على حلول إلها على قد الدرجة مالتها واضح؟ شوي ركزوا بكلامي أني جاي يقول بالأعداد المركبة حس إذا أني جاي أحل المعادلة في الأعداد الحقيقية لا يجوز هي من الدرجة الرابعة أحلها تطلع قيمتين بس لأنه اثنين من عدهم راح يهملون لكن بالأعداد المركبة ما أكو قيمتهمل فبالتالي المفروض عدد حلول المعادلة يطلع على قد الدرجة مالتها زيانا تقول لي أستاذ والعمل شلون نحصل على الجذور التكعيبية للواحد الصحيح بداية حبايبي راح نصفر هاي المعادلة حتى نحلها بالتحليل تعرفون أنتو مجرد أن صفرتها إشارة الواحدة تغيرت صارت سالب ولازم تتحلل لأن تدرون المعادلة بعد أن يتم تصفيرها عندنا خيارين لو تحليل لو دستور صح؟ أنا ما راح أروح للدستور حاليا لأن معادلتي تتحلل وأكيد أنتو تعرفون بها طريقة راح تحللونها قوس صغير وقوس شنو وقوس شبير القوس الصغير معروف جذر الأول زت الإشارة نفسه جذر الثاني واحد تمام؟ القوس الشبير يعتمد على القوس الصغير مربع الأول زت تربيع عكس الإشارة زاد الأول بالثاني زت دائما موجب مربع الحد الثاني واحد تمام؟ حسنا نجي نقول أما إذن أما زت ناقص واحد يساوي صفر احتمال هذا القوس هو اليساوي صفر إذن هاي السالب واحد تتحول للجهة الثانية راح تطلع عندي قيمة زت جهد واحد إذن هاي أول قيمة لزت اللي هي الواحد زين دبولي استهاد لعدو القوس الشبير شلون حل دقيقة هسا الأما خلصنا منعدها هسا نجي على اليمن على أهو أو زت تربيع زائدا زت زائدا واحد يساوي أنه صفر هذا القوس الثاني أخذت هنا أريد أحل طبعا إحنا حاجزين هاي المعلومة القديمة بالأساسيات القوس الكبير الناتج من تحليل المكعبين طبعا أنت دائما لما نتحلل بالمكعبين يطلع عندك قوس صغير قوس كبير القوس الكبير أبد ما يتحلل بعد لا تحاول وياه لا تقوم وتحلله بالتجربة تقول لي والله استاذ يشبه التجربة صح كلامك يشبه التجربة بس ما يتحلل بالتجربة لعد استاذ والعمل شنون نحل هاي المعادلة نحلها بالدستور اي والله صح هي تربيعية من الدرجة الثانية الاي واحد حلو والبي ايضا واحد معامل زت والسي ايضا واحد الحد الخالي من زت تمام قانون الدستور معروف قانون مشهور زت يساوي سواحد يقول لي اكس عيوني هنا المعادلة زت لذلك تب الزت بي تربيع او عفوا سالب بي زائد او ناقص جذر التربيعي بي تربيع ناقص اربعة اي سي عالة و اي حلو انعو شوية و ايايا لان راح اختصر السالب تنزل البي عندي واحد موجب او سالب الجذر التربيعي بي تربيع يعني واحد تربيع يعني واحد ناقص نزلت اربعة في اي اللي هو واحد في سي تقول لي استاذ كلهم واحد اربعة في واحد في واحد اربعة اثنين في اي الاي جيد واحد يعني اثنين حلو هسه نجي سالب واحد موجب او سالب واحد ناقص اربعة جذر السالب ثلاثة علي من على اثنين حبايبي اكيد انتوا هسه من تبهين لهذا العدد السالب اللي موجود داخل الجذر تقولون يا استاذ هذا عدد تخيلي هذا نكتبه جذر ثلاثة في جذر سالب واحد جذر السالب واحد هو اي تمام وهسه اكيد راح نجز راح نقول سالب واحد علي اثنين موجب او سالب جذر ثلاثة علي اثنين اي وهسه راح نقول اما زت تساوي سالب واحد على اثنين زائد جذر ثلاثة على اثنين اي او زت يساوي سالب واحد على اثنين ناقص جذر ثلاثة على اثنين اي باوعو الهنزين طلعوا عددين مترافقين طبعا استاذ لازم يطلعون مترافقين لان المعادلة مالتنا لا تحتوي على اي ممتاز تذكرون يعني طبعا استاذ احنا كلش نعجبك قارين بتركيز حلو اذا حلول المعادلة مالتنا منه راح يصير بالاستاذ اول قيمة هي الواحد ممتاز وثاني قيمة هما الاثنين ذول المترافقان اللي هما سالب واحد على اثنين زائد جذر ثلاثة على اثنين اي وسالب واحد على اثنين سالب جذر ثلاثة على اثنين اي يعني طلعنا كم قيمة ثلاثة هما ذول الاثلاثة احنا نسميهم الجذور التكعيبية المن للواحد الصحيح تمام انتهينا صاروا عندي كم جذر تكعيبية للواحد ثلاثة تقول لي استاذ بس شكلهم ترى معقد راح ابسطهم الواحد اظن شكله كلش علو كيوت تقول لي صح والله الواحد ما باي مشكلة بس اني مشكلتي بذول الاثنين هذول الاثنين بما انهم مترافقان راح نسمي واحد من عدهم اوميغا والثاني نسميه اوميغا تربيع تمام راح تسألني هستاذ تقول لي زين استاذ ياهو اوميغا وياهو اوميغا تربيع وما راح اقول لك لانه الاوميغا ممكن تكون هاي وممكن تكون هاي والاوميغا تربيع نفس القضية ممكن تكون هاي وممكن تكون هاي لذلك انت لازم تحفظهم تلاثتهم بشكلهم الاصلي وبشكلهم البسيط اللي هم الواحد والاوميغا والاوميغا تربيع أنا عادة أقول للطلاب هذولي أخوة ثلاثة الكبير اللي هو أوميغا تربيع والوسط اللي هو أوميغا والصغير اللي هو الواحد هذولي أخوة ثلاثة ثلاثتهم أخوة الأوميغا تربيع والأوميغا والواحد هذولي حبايق الغالين أبد لا تنساهم ولا تنسى قيمهم الأصلية لأن احتمال يجيب لك هاي القيمة أنت تضطر تخلي بدالها أوميغا احتمال هاي القيمة أنت تضطر تخلي أوميغا تربيع فلذلك أول شي لازم تعرفوا شلون يجوي ومنين وليش ومنهم وشنه رموزهم وتعرفهم هسه راح ننتقل للخواص مالة الجذور التكعيبية للواحد الصحيح اللي هم منه الواحد والأوميجا والأوميجا تربية الأخوة الثلاثة حبايب الغالين هاي الخواص كلش مهمة بحيث 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 كل الأسئلة مالتي تنحل الخواص الخواص هنا يحلنها فالخاصية الأولى اللي لازم تعرفونها الجذور التكعيبية ثلاثتهم الأوميجا تربية والأوميجا والواحد مجموعهم دائما صفر تمام مجموع الجذور التكعيبية شي يساوينا صفر وهذه الخاصية خذناها بنتيجة مفرحة نديم مفرحة حتى قلنا لكم بالنتيجة دائما بالأخير مجموع الجذور يساوينا صفر وقلت لكم تقدرون تتأكدون من حلكم باستخدام هاي الخاصية لذلك هاي الخاصية الأولى اللي هي تعتبر أهم خاصية وماكو سؤال إذا ما راح نحله عن طريق هاي الخاصية راح تقول لي استاذ بس هاي ايه اريدك منها ورايح تفتح مثل ما يقولون بالتزام بحيث تدور للأوميجا تربيع والأوميجا والواحد شفتهم ثلاثتهم سوية إذن الناتج مالهم صفر تلغيهم تخلي الصفر بدالهم زين استاذ ضروري تلاثتهم نفس الإشارة ايه نعم ضروري تلاثتهم نفس الإشارة فيئمة ثلاثتهم موجب يئمة ثلاثتهم سالم ينطوني الصفر بالحالتين تقول لي حلو استاذ هاي بيها تفرعات التفرع الأول أنا أقدر عن طريق هاي العلاقة أحصل على كومة علاقات أقدر أعوف الأوميجا تربيع والأوميجا هنا في مكانهم أنقل الواحد للجهة الثانية ينطيني سالب واحد استاذ إذا إجتني أوميجا تربيع زائد أوميجا أقدر ألغيهم وخلي سالب واحد طبعا وأصلا شغلنا الشاغل راح يصير هذا راح يصير شغلنا الشاغل ندور مثل ما يقولون يعني بس نبقى نفتش بالسؤال على مود نشوف الخاصية حتى نعود قيمتها حلو زين استاذ إذا جاني أوميجا تربيع زائد واحد إذا أوميجا تربيع زائد واحد معنات هالأوميجا صايرة بالجهة الثانية أكيد سالب أوميجا استاذ إذا شفتهم هم خلي بدالهم قيمتهم شيء أكيد طبعا زين استاذ إذا شفت الأوميجا والواحد والأوميجا تربيع ما لقيتها معناتها متحولة للجهة الثانية وأكيد حتلقاها سالب أوميجا تربيع زين استاذ إذا شفت هاي ألغيه نذني الحدي نوخلي سالب أوميغا تربية طبعا عزيزي تعال ليش جاي أكتب لك ياهن حلول عداني منه رايح راح أفتح عليهم كل الزين هو هذا الأريد منك زين استاد إذا شفت السالب أوميغا والسالب أوميغا تربية عسوية معنات هالواحد موجود بالجهة الثانية وبإشارة معاكسة ها يعني استاد شكو ثنية نفس الإشارة ينطني الثالث بعكس الإشارة نعم باوع ثنين هم بالسالب نطني أخوهم الثالث بالموجب زين إذا لقيت السالب واحد والسالب أوميغا أكيد يعني راح ينطونك موجب أوميغا تربية زين استاد إذا لقيت السالب واحد والسالب أوميغا تربية مية بالمية حينطونك أوميغا استاد فهمتهم أي ثنين نفس الإشارة ينطني الثالث عكس الإشارة أحسنت بس ركزي على سالفة نفس الإشارة مو تلقاها المختلفات و تقول لي هاي علاقة لأنه مو علاقة يربالك على هاي السالفة استاد يصير أقراها بالعكس مثلا الأوميغا تربيع عوض ببدالها هاي نعم يصير أيضا تمام على كلها هاي راح أوضح لك ياها لا تعبروا ياها للخاصية الثانية أبقى هنا أريدك هاي اتحكرها تضبطها وتقيدها عندك بالدفتر وبعدين تجو ياهاي للخاصية الثانية الخاصية الثانية أيضا خاصية مهمة وتحكيلي على أسس الأوميغا وطبعا عندنا أول وحدة اللي المفروض نحن نحفظها اللي هي الأوميغا تكعيب قيمتها واحد ولا تنسونها أبد هاي شلون الآية تربيع اللي كان عندنا بالبداية الآية تربيع سالب واحد هنا عندنا الأوميغا تكعيب واحد مهمة جدا تمام زين تستاذ أوكي فهمتها زين باقي الأسس مالة الأوميغا حسنا أجي أجاوبك عليها تمام أي أوميغا مرفوعة لأي أس تمام الناتج راح يكون يأما واحد يأما أوميغا يأما أوميغا تربيع يكتبوهن يمتى الناتج حيكون واحد إذا كان الأس إذا كان الأس طبعا الأس هنا الآن يعني يقبل القسم على ثلاثة بدون باقي حلو زين يمتى الناتج يكون أوميغا إذا كان الأس إذا كان الأس يقبل على ثلاثة بس يبقى باقي من عنده واحد زين يمتى أوميغا تربيع إذا كان الأس يقبل القسم على ثلاثة بس يبقى باقي باقي اثنين حلو حلو إذن هنا ديروا بالكم لأن أي أوميغا اتصادفني بالسؤال مرفوعة إلى أس لازم أتخلص من عدها استاذ من المسموح يبقى اللي مسموح يبقى اللي مسموح يبقى الأوميغا تربيع والأوميغا بس استاذ يعني أوميغا تكعيب إذا شفتها قبل واحد مباشرة بدون حجزايد استاذ وإذا لقيناها مرفوعة إلى أس مباشرة تتخلص لي منها تقول لي بسيطة نطيني أمثل استاذ تدل أول مثال الأوميغا والستة هاي واحد ليش واحد؟ لأن الأس يقبل القسمة على ثلاثة بدون باقي زين الأوميغا والستسعة مباشرة واحد ليش واحد؟ لأن الأس يقبل القسمة على ثلاثة بدون باقي أوميغا والستثناش أيضا واحد ليش؟ لأن الأس يقبل القسمة على ثلاثة بدون باقي زين أوميغا والستخدمة خمسة خمسة اثنين تقول لي استاذ هاي ما أعرف لا تعرف استاذ شلون أقسمها على ثلاثة هذا رقم شبير اجمعهم كلهم شلون يعني؟ اجمع الاثنين ويا الخمسة ويا هاي الخمسة مجموحهم مش قد خمسة زاد خمسة عشرة زاد اثنين اثنى عش إذن ما دام مجموعهم من مضاعفات الثلاثة إذن هذا يقبل القسمة على ثلاثة بدون باقي حلو لا عجيتي ما راح تشيلهم لا تشيلهم ما داماني وياك هسا تعال إذا اجدتك أوميغا أس أربعة استاذ هاي الأربعة تقبل القسمة على ثلاثة بس يبقى باقي منعدها واحد إذن أوميغا زين أوميغا والسبعة السبعة تقبل القسمة على ثلاثة يبقى باقي منعدها واحد إذن أوميغا زين ثلاثة الأوميغا والعشرة العشرة تقبل القسمة على ثلاثة والباقي واحد إذن أوميغا زين أوميغا والخمسة خمسة واحد اثنين مثل طبعا ما أعرف شقد راح يطلع نجمعهم 5 زاد 15 زاد 1 دعش زاد 2 13 تقبل القسمة على 3 ويبقى باقي 1 زين الاميغا 5 تقبل القسمة على 3 يبقى باقي منعدها 2 يعني اوميغا تربيع زين الاميغا 8 تقبل القسمة على 3 يبقى باقي منعدها 2 يعني اوميغا تربيع زين الاميغا اس خلي نقول 5 3 تقول استاذ ذولي لازم نجمعهم بالبداية 5 زاد 3 ثمانية الاثمانية اذا قسمناها على 3 يبقى باقي 2 يعني اوميغا تربيع اي اس لاميغا يكون فوق الاثنين لازم نخلص منه اذا يجب ان يكون هذا الاس اكبر او شنو اكبر لازم يكون الاس هذا الان لو واحد لو اثنين يعني لو اوميغا لو اوميغا تربيع اي اس اخر لازم اتخلص منه زين تقولي استاذ منطيتنا اوس سالب حتى لو اوس سالب عزيز انت ليش خايف تخيل اجدتك اوميغا اوس سالب 5 هادي نزله للمقامة تصير موجة بخمسة وبعدين تتعامل وياها جواب المقام هاي اوميغا اوس خمسة قسم الاس على ثلاثة تقولي يبقى باقي 2 حلو اذا اوميغا تربيع ضبطها لا تعبرها الخاصية اريدك تكمل الفيديو انت مضبطة مضبطة كامل اقراها وبعدين تعالوا اياي للخاصية رقم 3 الخاصية رقم 3 ايضا مهمة وتحكيلي على شغلة ايضا دائما نستخدمها ضمن الاسئلة وهي اذا وجدت اوميغا بالمقام او اذا وجدت اوميغا تربيع بالمقام رجاء الركزولي على هاي الخاصية اهنا حبايب الغالين ممنوع تبقى عندي اوميغا بالمقام ليش؟ ليش ممنوع تبقى اوميغا بالمقام؟ لانه اوميغا اصلا هي عدد مركب هي عدد مركب فلما نشوف اوميغا بالمقام معناتها اكو عدد مركب وين؟ بالمقام وإذا أكو عدد مركب بالمقام لازم نخلص منه فاش راح نسوي هنا صح كلامكم نقدر نضرب فيه مرافق المقام بس الطريقة الأسهل أنه أنا أروح أضرب البسط بأوميغا تكعيب راح تقول لي ليش أقول لك لأن الأوميغا تكعيب قيمتها واحد معناته أنا لم أسوي شي للبسط صح والله نختصر هاي الأوميغا يبقى منعدها أي أوميغا تربية حلو زين استاذ هنا نفس القضية ما دامكو أوميغا تربيع بالمقام إذن أروح أضرب البسط بأوميغا تكعيب هاي أوميغا تربيع بالمقام نختصر هسه تربيع ويد ثلاثة يبقى أي أوميغا وديروا بالكم هاي الخاصية دائما نسويها في حال كانت عندي الأوميغا بالمقام أو الأوميغا تربيع بالمقام بس انتبهوا هاي الخاصية مترهم إذا كان أكو عدد ويد الأوميغا في حالة جمع أو طرح ما ترام تجي تخليلي هنا اوميغا تكعيب وتختصر هذا غلط يعتبر سجلها امك غلط هذا في حال كانت الاميغا وحدها بالمقام او اكو رقموا اياها في حال الضرب ضرب جمع طرح الخاصية تفشل دير بالك هاي دائما نسويها طبعا ننتقل للخاصية اللي بعدها ضبطوها لذيش الخاصية الخاصية اللي بعدها هي المرافق ما للاميغا انا اذا اعتبرت الاميغا زت هي اوميغا المرافق مالة الفتحة مالتها هي اوميغا تربيع اي نعم دير بالك هاي ركز لي عليها واذا كانت الاميغا تربيع فالمرافق مالها هي اوميغا ستقول لي ليش وما ليش اقول لك عيوني انت والاميغا هي عدد مركب فالمرافق مالته هو الثانية استونا خبناهن باوء خل نرجع عمي خالب تمام وين وين بعد حلو هاي اوميغا اذا هاي شنو اوميغا تربيع المرافق مالتها زين اذا هاي اوميغا اذا المرافق مالتها اوميغا تربيع تمام فديروا بالكم امثلة افرض انه انا جاني عدد اثنين زائد اوميغا وردة المرافق ماله مرافق ماله اثنين ديروا بالك تغيري الاشارة زائد اوميغا تربيع حلو زين مثال اخر عندي أوميغا تربيع زائد خمسة أريد المرافق مالتها الأوميغا تربيع أوميغا زائد خمسة زين هسا واحد يقول لي زين أستاذ أفرض جاني مثال اثنين زائد آي أوميغا آه لا هنا يعني دير بالك الآي مرافقة سالب ثنين تنزل سالب آي الأوميغا أوميغا تربيع لأن هنا عندك آي الآي ما لدخل الآي يتعامل على القديم طيب ضبطوهن لا تعبرونهن أعرفوا شنو مرافق الأوميغا بعدين تعالوا وياي الخطوات الحل ونكتفي اليوم خطوات الحل بالأوميغا ثابتا وراح نستخدمهم في كل مثال أول ما أباوع للسؤال ما أخلي أسس للأوميغا كبيرة بحيث يبقى عندي بس الأوميغا والأوميغا تربيع وبنفس الوقت وأنا أسوي هاي الخطوة لازم أنا أمفتح مثل ما يقولون وأدور للعلاقات المباشرة العلاقات المباشرة يعني مثلا أدور بل كتألقي أوميغا تربيع زائد أوميغا على مودة خلي سالب واحد أوميغا زائد واحد خلي سالب أوميغا العلاقات المباشرة هستوني كتبت لكم ياهن أول خاصية يعني أستاذ إذا لمحت علاقات مباشرة من البداية من البداية نخلص منها حلو أسس ما نريد أسس كبيرة ما نريد أبد ما نبلش بحل السؤال ما دام الأسس موجودة علاقات مباشرة موجودة نبسطها حلو الخطوة الثانية نتخلص من الأوميغا والأوميغا تربيع اللي بالمقام هستوني وضحت لكم ياهن ممنوع يعني ممنوع من عن باتن زين استاذ وبنفس الوقت لازم هم دور للعلاقات المباشرة العلاقات المباشرة يش أريدك تلبس نظارة هاي تكبر لحيث تشوفهم لأنه راح نركز بيهم رقم ثلاثة نبحث عن العامل المشترك لكي نحصل على علاقة مباشرة إذن كل شغلنا هذا لأجل العلاقات المباشرة فالعلاقات المباشرة أهم شيء تمام العلاقات اللي استونيك كتبنا لكم ياهن الخاصية رقم واحد الخطوة رقم أربعة هي الطرد وهي راح أوضح لكم ياهن إن شاء الله بالأمثلة لما نحتاجها نطرد نمطي أنذار أحمر تمام لنحصل على حدود متشابهة لأن لما نطرد يصير عندي حدود متشابهة أبدأ أجمع وأطرح كيفي تمام زين الملاحظة هنا مهمة أيضا يقول إذا تشابهت معاملات البسط مع معاملات المقام يعني الأرقام البلبسط وبالمقام مش شابهات باعوا ثنياً بثنياً ثلاثة بثلاثة قال هنا نضرب الحد الخالي من الأوميقا اللي بالبسط طبعاً دايحتي أو بالمقام بس بشكل عام أنت تتعامل وياه وحدة اعتمد علي بس اللي بالبسط زين نضرب الحد الخالي من أوميقا في أوميقا تكعي منه خالي من أوميقا هذا نضربه بأوميقا تكعي المقام ما نضربه بعد لأننا ضربنا البسط وإذا ضربنا المقام فالبسط ما نضربه وإحنا دائماً هنعتمد على البسط أستاذ ليش تسوينا هاي حالة خاصة في حال كالة الأرقام متشابهة أرقام البسط وأرقام المقام سبب أستاذ لأن هنا راح أسحب أوميقا مشترك يبقى عندي ثنين أوميقا تربيع زائد ثلاثة حتى أختصرها ويا من ويا المقام حلو بالضبط هاي كل شي راح تخدمني بسؤالي ثلاثة وزاريات مهمات حبايب الغالين ركزوا جداً بالخطوات افهموهن افهموا الخواص وانتظروني بالفيديو الجاي نقضي على الأوميقا